فيه اهتمام دولي وأقليمي بالدور اللي بتقوم بيه مصر لمعالجة القضية الفلسطينية واحتواء التصعيد الأخير اللي بتعرض له أهلنا في غزة الخبرة المصرية اللي اكتسبتها مصر خلال السنوات اللي فاتت وفهمها لطبيعة ما يحدث على أرض فلسطين وكمان إمكانية أن هي تفتح وسائل اتصال وتواصل مع كافة الأطراف الفعالة على الأرض احنا شفنا الكلام ده خلال الفترة اللي فاتت مصر اكتسبت خبرة كبيرة جدا في التعامل مع القضية الفلسطينية قدرت خلال التصعيد الأخير أن هي تفتح مجال بالضغط لإدخال المساعدات وفي نفس الوقت لإطلاق صراح محتجزين في الأيام اللي فاتت معظم الصحف الدولية ومراكز الأبحاث اللي بترصد مياه دور في قطاع غزة صلطت الضوء والاهتمام على تصريحات سيادة الرئيس فيما يتعلق بحماية المدنيين ودخول المساعدات وأيضا رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم شفنا إمبارح يمكن وأول إمبارح إشادة دولية كبيرة بالجهود المصرية اللي نجحت فيه الإفراج عن سيدتين محتجزتين بقطاع غزة واعتبروا أن يمكن دي تكون بداية للدخول في مصار للتهدئة والمفاوضات العالم عنده ثقة كبيرة في الدور المصري في الوصول للتهدئة واحتواء التصعيد طبعا مع الوضع في الاعتبار أن أهمية المساعدات ودخولها دي واحد من القضايا اللي بتركز عليها جدا الدولة المصرية أن في هذه المرحلة دخول المساعدات أولوية قصر صحيح بكل تأكيد وطبعا ده بيعكس التصريحات الآلهة سيادة الرئيس والأكد فيها لأن الدولة المصرية لا تتوانى أبدا عن دعم الأشقاء العرب وتقف دائما إلى جوارهم ودايما بتكون عونا لهم في أي تحديات بتواجههم التصريحات دي بتترجم على الأرض من خلال بقى جهود مكسفة ومتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي ودخول شحنات الإغاثة الطبية والغزائية وكمان التمسك بحق الفلسطينيين ودينوطة مهمة جدا في إقامة دولتهم المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية مصر لا يخفى على أحد دورها التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية وإزاي مصر طول الوقت بتقدم كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين وفي مقدمتها العمل على حماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية كمان القيام بأدوار سياسية وديبلوماسية فعيلة لدعم الحق الفلسطيني واحد من أولويات الدولة المصرية على مدار السنين على مدار حلقتنا النهاردة هنكمل معاكم تغطيتنا اللي بدأناها من أيام كتير على إيه اللي بيحصل في غزة وإيه اللي بيحصل مع أشقاءنا في فلسطين بنصبح على حضرتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر